إذن عندنا سبيلان طريقة سبيل الله وهو الطريق الموصر إلى مرضاته وسبيل الشيطان وهو الطريق الموصر إلى مرضات الشيطان وسخط الرحمن أما الطريق الذي في باب التجارة وفي باب الأموال وفي باب النفقة الذي يقود إلى الله عز وجل فهو كل إنسان دخل السوق أو تاجر أو عمل أي نشاط تجاري ونيته وقصده النفق على أولاده النفق على والديه النفق على زوجته النفق على نفسه إعفاف نفسه وإعفاف أهله وأولاده ووالده فهو في سبيل الله في جهاد في سبيل الله منذ أن خرج من بيته حتى يعود وكل ما ينفقه فهو في سبيل الله أما من خرج رياء ومفاخرة يريد السمعة والمفاخرة يكتسب الأموال حتى يعني يفاخر على الناس ويتكبر عليهم ويرى بأنه أفضل منهم وأعلى طبق منهم فهذا في سبيل الشيطة وهذا قليل من يفعله فمن الناس من يخرج والعياذ بالله ليحصل على المال حتى يتكبر على خلق الله أو يفاخر عليهم أو يرى بأنه الآن أصبح في طبقة عالية وهم طبقة دنيا ليش؟ لأنه صار عنده زيادة أموال هذا في سبيل الشيطان نسأل الله العافى والسلام ولذلك بارك الله فيكم يدلنا هذا على أن كل عمل يعمله الإنسان بهذه النيفة وفي سبيل أنت وأنت لما تخرجون إلى الدوام والوظيفة والعمل أنه هذه النية تعفون أنفسكم تعفون أولادكم زوجاتكم أزواجكم أيضا بعض النساء ما شاء الله تنفق على زوج حتى الخدم اللي في البيت كل هذا في سبيل الله رب العالم أهم شيء أن تحذروا من خطوات الشيطان لأن من الناس من يتوظف هو عنده خير لكن يريد وظيفة حتى يفاخر على الناس تكبر على الناس انتبهوا من هذا لكن هذه الوظائف هذه الأعمال كلها في سبيل الله أنتم في جهاد في سبيل الله أنتم في جهاد في سبيل الله سبيل الله